جمع العقارب المصنفة في الخانة الحمراء مثل ولاية البيض التي ينظم فيها دوريا معهد باستير الجزائر حملات تحسيسية لفائدة السكان للتحسيس من خطر التسمم العقربي في إطار البرنامج الوطني لمكافحة التسمم العقربي نظرني تسجيل ثلاث حالة وفاية هذه لسنة 2024 لأطفال تضروح أعمارهم بين 4 سنوات و10 سنوات بكل مناطق بغرارة الرقاصة والكاف الأحمر باعتبار ولاية البيض من مناطق الحمراء التي تسجل أكبر عدد من الوفاية نظامة مديرية الصحة تحت إشرف سيد والي الولاية وبالتنسيق مع مهد باستير الجزائر لأيام تحسيسية حول الوقاية من التسمم العقارب عمليات جمع العقارب سمحت بإنتاج كميات إضافية من الأمصال المضادة للتسمم العقربي بماهد باستير وتوفيرها للمصابين عبر جميع مستشفيات الوطن وهي الأمصال التي يحذر الأطباء من التداوي بغيرها من العلاجات التقليدية في حالة الأسعة من جروش من ديروش الغاز من ديروش الحبة السوداء من مصوش من شلطوش تتأخر في العلاج وجه الأقر مركز صحي ممكن التقليص من معدل الإصابة بلا ساعات العقارب مرهون أيضا بنظافة الشوارع والتخلص من النفايات ومخلفات مواد البناء داخل التجمعات السكنية لاحظنا عند دخول المدينة باللي لازم يكون تهيئة عمرانية لازم تكون نظافة المحيط ما يكونوش الردوم ما يكونوش النفايات هذولهم يكثرون من المتوجد العقار بفضل الحملات التحسيسية الإجراءات الوقائية وتوفير الأمصال عرفت حالات الإصابة باللساعات العقربي انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة غير أن الحاذر يبقى مطلوب خاصة في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية التي تساعد على تكاثر العقارب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر